يقول بعض الرجال إن شاء الله تبارك وتعالى لقد تحدثت في رسالة أرسلته الفتيات المحجبات وطلبنا منك أن توجه رسالة للشباب من أجل أن يغضوا أبصارهم فإنه لم يسلم من أبصارهم حتى المتحجبات ولم تسلم من معاكستهن حتى المحجبات فيردون علي ويقولون ولكنك لا تعرف أننا نحن الأمهات والآباء نحن من أصبح يخاف على أبنائنا من الفتيات فهن الآن أصبحن يتصيدن الأولاد ويتجرأن على أن يطلبن من أولادنا أموراً يستحل إنساناً يذكرها فأصبحنا نخاف على الولد من البنت أكثر من خوفنا على البنت من الولد والله الله 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 والله هذا الأمر أعرفه لكنكم لما أخبرتموني به فكأن استرجعته وكأنه كان تحت طي الكتمان والنسيان ولم أستطع أن أعرب عنه وأبينه وأتحدث عنه لكن حمية الآباء والأمهات لما سمعت المتحجبات الطيبات يتعرضن للتحرش من كثير من من لا خلق قلم هذا موجود فإن هذا جعل قلوب هؤلاء تمقضح بما كانت تحمل من هموم ولم تكن تريد أن تعرب عنها فإذا بها تبرق بهذه الرسالة وتقول نحن أيضا نخاف على أولادنا نحن نربي أولادنا على الإيمان على الصلاة أبناء مجتهدين ندرسهم نبذل معهم الأوقات نبذل معهم الجهد نبذل فيهم المال نستثمر فيهم جهدنا ووقتنا ومالنا وحركاتنا وسكانتنا وعبادتنا ودعاءنا حتى يحفظهم الله تعالى ولكن أصبحنا نخاف عليهم من ما يسمى نحن لا ولا قوة إلا بالله يعني نوع جديد من البنات نحن لا ولا قوة إلا بالله نسأل الله العفوة والله والله هذا الأمر حينما تمر على الثانوية والإعدادية والجامعات أقسم بالله هناك نسأل الله العفوة والأتحرش نسائي خطير أنا لا أريد أن أضيف أكثر من ذلك فأنتم تعرفون هذا الأمر الفتاة التي تخرج لم تلبس شيئاً وتلبس هذا اللباس الذي ترون يعني أنا أتسأل أين الأب أين الإخوان أين الإدارة التي إن شاء الله تباركها تريد أن تحمي حرم المؤسسات حرم المؤسسات من هذا السفور وهذا العري حق لكم أن تخشوا على أولادكم يا من يربي الأولاد على الفضيلة من كثير من بناتنا وحقاً على من رب البنات على طاعة الله أن يخشى عليهن من شباب لا خلق له ففي الجهتين يوجد هؤلاء وهؤلاء والخوف في هؤلاء وهؤلاء على الملتزمين المتدينين الذين يخافون الله وإنا لله وإنا إلي رجعون وصدقتم وأنا أضيف إن شاء الله تبارك وتعالى صوتي إلى صوت من يخاف على أولاده من بنات متحرشات وأضم صوتي لمن يخاف على البنات المتحجبات من تحرش والعياذ بالله من لا خلاق لهم من أشباه الرجال ولا رجال بعض الشباب في أوروبا الذين يعيشون هناك سنوات ولحد الآن لم يستطيعوا الحصول على الأوراق وإن أقصر طريق للحصول على الأوراق هو الزواج بالمسلمات هناك من أبناء المهاجرين القدامى الذين يمتلكون أوراق فعن طريق الزواج يمكنهم أن يحصلوا على أوراق الإقامة يقولون لي فحينما نقصد أغلبهم لا يريدون تزويج بناتهم لنا ويريدون تزويج بناتهم فقط للحاصل على الأوراق أما نحن فلا يزوجنا أحد حتى ولو كنا ممن يتق الله نريد منك أن ترسل رسالة لهؤلاء الآباء والأولياء حتى إن شاء الله تبارك وتعالى يتفهموا وضعية هؤلاء وأنهم بتزويجهم البنات لأولئك فهم يزوجون بناتهم أولا ثم ثانيا يفرجوا كربا كثيرا عن شباب يريدوا أن يحصل على الاستقرار هناك بالحصول على الأوراق الذي لا يتم إلا عن طريق هذا الزواج لا إله إلا الله محمد رسول الله رسالتي أقول يقول عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير سيد النبي قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ما قالكم إذا جاءكم من عنده أوراق وعنده مال فالفتنة واقعة إذا لم يزوج الوالد ابنته لصاحب الدين والخلق وصاحب الدين والخلق قد يكون عنده أوراق وقد لا يكون عنده أوراق الممرأة عنده الدين فإذا جاءك صاحب دين وخلق عنده الأوراق زوجه وإذا جاءك صاحب دين وخلق ما عندهش الأوراق زوجه ففي الحالة الأولى فأنت تزوج ابنتك لصاحب الدين وفي الحالة الثانية فأنت تزوج ابنتك لصاحب الدين لكن في الحالة الثانية فأنت زيادة على أنك تزوج ابنتك لصاحب الدين تزوجها لإنسان يعيش في كرب فأنت تفرج عنه كربة من كربة الدنيا يفرج الله عن كربة من كربة يوم القيامة فأنا أشجع الأباء على أن يزوجوا بناتهم بإذن الله تعالى لهؤلاء نعم يقولون لك لقد زوج كثير من الناس بناتهم لهؤلاء المتواجدين بغير أوراق ويجعون على مسجد يتمسكنوا وكذا وكذا لكن لما تزوجوا وحصلوا على الأوراق ونعياذوا بالله فعلوا ما فعلوا تجبروا وتكبروا وتردوا بناتنا وتلقوهن هؤلاء إعياذا بالله نسأل الله العفوة اللئام من الناس وهم موجودون للي عنده الوراق وللي ما عندهش الوراق موجودون بي نسأل الله العفوة العفوة لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو القاعدة لأن هناك إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا في الجانب الثاني يجب أن ننظر إلى أن هناك إن شاء الله خيرين ومتدينين ومباركين فلا ينبغي لهذه الحالة أن تحجيب عننا الحالة الأولى طيبة المباركة ثانيا أنا لا أقول لك زوج بنتك لمن ليس له الأوراق هكذا كل من هبه ودب زوجه صاحب الدين والخلق قد يقول له لا غادي يجيوي بيده لا اسأل عنه اسأل عنه اسأل عن تاريخه اسأل عن والديه اسأل عنه أصحابه والله إني عرفت بعض الشباب ذهبوا إلى أوروبا بدون أوراق وزوجوهم هنالك من بناتهم وحصل على الأوراق والله لقد أقاموا أسرا طيبة مباركة وكانوا من أنجح أنجح الزيجات وخلفوا البنين والبنات وقد جاء لأحدهم هنا إلى بيتي ومعه أولاد يحفظهم القرآن وهذه إن شاء الله أمثلة رائعة طيبة ينبغي أن نضرب بها الأمثلة حتى نشجع الآباء على تزويج بناتهم بدلا أن يفكر في تزويجهن أو أن يتزوجن عياذا بالله بدون رضا الوالدين لغير المسلمين صلى الله عليه الصلاة والله إذن فالإنسان يزوج لكن يختاروا صاحب الدين والخلق يجي مثل علي الدين والخلق لا أنا لست بالخبو ولا الخبو يخدعوني أسأل عنه لعيلة يلو شكور فيه نساكن لحي اللي فيه أسأل عنه كل هذا أسأل عنه أصدقاه أين يصلي أين يصلي كل هذا أسأل عنه الشرى تبارك وتعالى فجزاكم الله أخير وأكرمكم الله